أصدر رئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 247 العام 2022 بتعين 38 من عضوات هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية بوظيفة مستشار مساعد من الفئة به بمجلس الدولة كما قرر رئيس السيسي تعيين الشيماء عبدالفتاح منصور عضوة هيئة النيابة الإدارية بوظيفة نائب بمجلس الدولة وذلك اعتبارا من التاسع من مارس 2022 وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية اشتركوا في القناة